وجبات ساخنة لدعم أفراد الطائقم الطبي الذين يتقدمون الصفوف الأولى في الحرب الشرسة ضد فيروس كورونا وحسب صاحب المبادرة فإن الفكرة كانت بعد قرار إغلاق المطاعم على الساعة الثالثة فارتأى أن هذه الوجبة أقل ما يمكن أن يقدمه لأفراد الجيش الأبيض نحن كانت لأفرادنا هذه النهار كي خرج البيان أطاعي ميتو قاعي غلقوا على ثلاثة نحن اليوم رهيب اليوم الحدش من الوجبة التي تصممناها تلتيم هذو كانت معاها بريباراتي بارتاجيناها مع الاباج الناس المحسين كانوا يعاونونها تشمل قطعات صحية الجوارية مع المستشفى الجامعي مصطفى باشا عدنا مرضى تعسي بيام سي بياري ماروكيري سيفيس أونكولوجي نصد العمل اليوم تاعه فوق طاقة تاعه نحن هذا إلا مبادرة من الناس المحسينين ونحن إلا همزة وصل بين الدوناتير والمريض والطابيب دار الحسنة التي تنشط لتوفير المأوى لمرضى السرطان عرضت المبادرة على فيسبوك فكانت الاستجابة من محسينين يشترون كل الحاجيات ومتضوعين لأعداد الطعام مثل السيدة فريدة وكتا صلبية عمر تنماني هنا في دال الحسنة ما وسيتلوش يعني قطلوا أني واجدة أني معاك وقفة حتى حتى يخلص هذه الكوفيت إن شاء الله أنا نطيبوه كما كتف أنا نطيبوه اليوم عمنا 11 يوم وحنا نطيبوه الحمد لله والناس رايي تجيب لنا الخير شفنا هذه المبادرة اللي دارها أخونا في صفحة الفيسبوك ومعنا الجيش الأبيضة تعنا نبعتوله سلام من عندنا وقلوله رانا معاك دايماً وماكش وحدك راك الأمام راك في الصوفة الأمامية وحنا رانا خلفك وإن شاء الله ربي قدرنا باش نكونوا قدل المسؤولين إن شاء الله الإحسان من شيام الجزائريين والحسنة بعشرة أمثالها عند الله والخير المتأصل في مثل هؤلاء ما هو إلا نقطة من بحر تضامن جزائريين مع بعضهم